بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد علي باشا ده اللي هو حكم مصر لابتداء من سنة 1800 وشوية كده محمد علي باشا ده والشباب لما جه وبدأ ان هو يحكم مصر فالمهم الناس اتخدعت فيه قصة حزينة كده فالمهم حقق شوية انتصارات فلما حقق الانتصارات ايه اللي حصل الناس انبهرت به وانبسطت منه وانفعلت وحبت ان هي تدي له دفعة اكبر وقوة اكبر فبعد كده عرضوا عليه ان هم يتطوعون في الجيش بتاعه لكن هو رفض يا ابو الابطال رفض ان المصريين يقتلوا معاه ورغم ان هو اذقهم العذاب لاحقا هم المصريين مش عارفين اللي بيحصل اصلا فالخلاصة ايه اللي خل محمد علي رفض انت جايلك جنود تقريبا بالمجان ايه الحكاية هو رفض لانه خاف ان المصريين يتعلموا فلون القتال وبعد كده السلاح منتشر في الوقت ده وبعد كده ما يقبلوش الظلم اللي هو بيخطط ان هو يعملوا ايه لاحقا فمحمد علي قال لهم ايه قال لهم القتال ده بتاع الجيش وفيه تدريب وفيه كذا وقعد يتعذر بامور زي كده المهم ما خلهمش ان هم ايه ينضموا الى الجيش لكن برضو استفاد من الحماس بتاعهم استفاد ايه بقى من الحماس قال لهم انتوا عليكم ان انتوا تدعموا الجيش الجيش عايز فلوس والجيش عايز سلاح والجيش عايز اشياء كثير والامور دي كلها انتوا بس ايه تتكفلوا بها باختصار ابعد المصريين تماما عن موضوع ايه عن موضوع العسكرية ودي خطة الطغوط من زمان على فكرة يعني خطة الطغوط من زمان ان هم يحول المدني الى كاتكوت ينتج ويقبل بالقليل وإلا هيدبح وبعد كده يخلي حوالي العصابة بتاعته وشلة الطوغيط وبعد كده احنا كشعوب قعدنا ننظر الى العسكرية والعسكريين ان هم ناس زبالة وناس يعني ما لهمش امان وناس خونا ودي حقيقة لكن كان علينا اصلاح الموضوع مش ان احنا نعتزله لكن مفيش في يد ابأنا ولا اجددنا عملية اصلاح فاعتزلوه لما اعتزلوا الموضوع وقعت القوة والسلاح والصولة والجولة وكل شيء في يد اراضي للقوم وبعد كده وصلنا للموضوع اللي انتو شايفينه للحالة المذرية اللي انتو عارفينها الوقتي القلاصة يا جماعة التوغيط والظلمة عارفين نفسهم وعارفين ان هم مش هيعنهم على الشر بتاعهم الا ظالم زيهم يعني هم فاهمين الوضع كويس فعشان كده دايما عايز يخلي كل صالح وكل مصلح يعني بلا اظافر يعني ما عندوش اي نوع من القوة لا عنده قوة ايمان ولا عنده قوة عقيدة ولا عنده سلاح ولا افهم في السلاح ولا الامور دي كلها رسالة من التوغيط والتوغيط هم الحكام الذين لا يحكمون بما انزل الله ويظلم الناس ويبطشون وما بيرحموش زي ما انتو شايفينهم يعني زي البغال حكام العرب زي ما انتو شايفينهم كلا رسالة من كل طغوط الى كل مسلم او الى كل واحد عايز حرية وسواء هو مسلم او غير مسلم بيقوله باختصار اوعد فكر تكون راجل وانت ايه اللي ازعلك عما ما تكون راجل ده لما يكون راجل يبقى قوة للبلد ولما تحصل حرب وبرضو هرفع عنه وكده لا يا ابو الشباب هو مش عايز ريحة الرجولة دي الا في الجماعة اللي بيخدموه وبيحولهم الى طوغيط زيه وبيحولهم الى ظلمة لا ترحم وخلوب سوداء لا تعرف الرحمة ابدا اما باقي الشعب فيجب عليه انه هو يكون كتكوت يعني كتكيت يعني يخبلوا الظلم ويتضربوا على رأسهم ويتنهبوا ويتسرقوا زي ما كده السيسي قال لهم قال لهم يعني تسمعوا كلام ينموذكم ينخليها زي سوريا والعراق وكان ماشي على هذا التهديد من اول ايه مطلع بناء الدولة القوية بقى هكلمك علي يا ابو الشباب في فيديو لاحق ان شاء الله والسلام عليكم